اللهم رحبا رحيم الحمد لله لست أدري كيف أقدمه زميل أم نائب والإثنين في الحقيقة عن ولاية جانباء والذي كان ولا يزال دا من أول المدافعين عن قطاع الإعلام في البرلمان بصفة عامة وعن الإذاعة الوطنية بصفة خاصة السيد رئيس لجنة المشاركة للإذاعة الوطنية كما قلت السيد الأمين العام لنقابة الصحفيين بمركزية الإذاعة الوطنية السيد الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة بمركزية الإذاعة الوطنية إخواني أخواتي إطارات الإذاعة الوطنية زميلاتي وزملائي الإعلاميين وأخص منهم المبدعين بالإذاعة الوطنية أهلا وسهلا بكم في بيتكم الكبير في الإذاعة الوطنية في عجالة أقول وقبل أن أقدم لكم خالص التهاني والتبركات بأن الإذاعة الوطنية كما عودتكم هي بيت المبدعين كل دقيقة تبث في الإذاعة الوطنية هي عمل إبداعي تقني بفضل التقنيين والمخرجين فني بفضل المنشطين بفضل المبرمجين وإبداع إعلامي بفضل الصحفيين إذن الشكر كل الشكر لهؤلاء الذين يضمنون للجزائر والجزائريين كل يوم أكثر من 900 ساعة بث وهو عدد قياسي بالنظر لما يبث في بقية إذاعة العالم أخص بالشكر أيضاً زميلاتي وزملاء المبدعين في المحطات الجهوية 58 الذين وأنا أشهد كوني زرت عدداً كبيراً منهم أشهد بأنهم يقدمون أجمل ما يجب أن يقدم في الإعلام الجواري رغم أن الظروف ليست في الكثير من الأحيان سهلة وبسيطة أردت أن أقول في هذه العجالة أننا وبفضل الدعم الذي نتلقاه دائماً من السيد الرئيس الجمهورية موصولاً إلينا عن طريق المدرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية وما أقوله صدقاً وكل مننا يعلم هذا ويشهد هذا ويعيش هذا أننا بفضل كل هذا الدعم الدعم المادي والدعم المعنوي بفضل كل هذا فإننا استطعنا أن نقدم للمستمع الجزائري أجمل ما هو موجود في فؤاد الإذاعة الوطنية أردت أن أقدم شهادة خاصة أننا في أحلك الظروف في أصعب الظروف كنا دائماً نجد لدى السيد الرئيس ولدى المدرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية المستمع المهتم والمتدخل الفعال واجهنا الكثير من المشاكل زملائي في إدارة الإداعة الجزائرية يشهدون على هذا وربما نحن لا نتحدث في هذا كل يوم بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبمناسبة القمة العربية وبمناسبة قمة الغاز وبمناسبة الكثير من المواعيد التي واجهنا فيها صعوبات جمة لكن كل هذه الصعوبات كانت تتذلل عندما تصل إلى السيد الرئيس عن طريق المدرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية إذن لا نكف على شكرهم لأنهم بذلك يساهمون في توسيع دائرة الحرية في قطاع الإعلام بصفة عامة وفي إداعة الوطنية بصفة خاصة منحنا الإمكانيات التي سمحت لنا بأن نوسع دائرة الإبداع عندما نتحدث عن حرية الحرية لا تقتصر فقط عن العمل الإعلامي التقليدي ولكنها تمتد أيضا إلى مجالات أخرى من نشاط كالمجال الذي سنكرم فيه اليوم زميلات وزملاء أعزاء على قلوبنا وهو الإبداع في العمل الدرامي الإذاعي كما أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين يمنحون كل يوم أوسمة شرف للإذاعة الوطنية من خلال ما ينالونه من جوائز في مسابقات وطنية ودولية كل مسابقة تفوز فيها زميلة أو يفوز فيها زميل من الإذاعة الوطنية هو وسام شرف يأتي لنضيفه إلى الأوسمة الأخرى المعلقة على صدورنا إذن كل عام أنتم بخير إن شاء الله كل عام الجزائر بخير حرية التعبير في الجزائر بخير عندما أرى هذه الصورة صورة مستقبل الإعلام في الجزائر تكفي لتقول بأن الإعلام بخير في الجزائر وهي صورة جزائر ميديا سيتي نشهد بأن السيد رئيس الجمهورية كان صاحب الفكرة وناضل من أجل أن تنجز هذه الفكرة وهي الآن بصدد الإنجاز لتتحول بفضل هذا الإنجاز العظيم الجزائر إلى أكبر عاصمة إعلامية إفريقية متوسطية وعربية إذن كل الشكر كل الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية الذي من المسؤولين القلائل الذين يعون تماماً معنا أن تكون الجزائر عاصمة للإعلام الإفريقي والمتوسطي والعربي إذن كل عام وأنتم بخير معذرة إن أطلت أيضاً كل عام وزميلاتي وزملاء العمال بخير المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ترجمة نانسي قنقر